اشتغلت مع مانو الجوزي اه طبعا اشتغلت معه ايه يعني اشتغلت معه سنتين كتير اوه بيشكره في مانو الجوزي مش هتكرر تاني اه طبعا مش هتكرر تاني شخصيته بالذات مع اللعيب المصري اه ومع النظام بتاع النادي الاهلي ده مدرب انا ده مش هتكرر تاني هم بنيك مواقف معه تكلم معك بحاجة قبل كده كان بينصحك نصري هو اه على طول كان بيكلمني هو برضه كان بيلاعبني بكراي هو مكانش بلاعبني في مصر المالف فهو على طول كان بيكلمني كان بيساعدني مش عايزك تخاف وعايزك تلعب وسعيط فعلا انت اللي ما كانش بيعرف ايه لعبوزة المجموعة دي كان يبقى حاجة كبيرة اوي فالحمدالله انا كنت شغال معهم يعني بالفترة دي بشكل كويس بس طبعا كابتطي احمد فتحي كان رقم واحد في مصر طبعا طبعا فطبيع ان انت بترجع بعد كده في أفريكا مع منتخب في الشباب بطولة أفريكا وأنا قبلها كان عندي إصابة وما كنتش بلعب وكده فلما رجعت فهو كنت بنزل عطول يعني شاركت في المنشاك كلها بس كنت بنزل فرجع هو كان متدائق جدا فقال لي إزاي أنت لعيب بتلعب في الناد الأهلي وإزاي أنت ما تلعبش في المنتخب ودي حاجة مضايقاني وأول ما جيت من المنتخب بالطبيعة أنت ما بترجع من المنتخب بتبقى ما هو موجود عطول في فريق الأهل فنزلني مع الناشئين زي قرصة ودن كده وشهر وطلعني تاني كان بيحبيني جدا يعني مع بركات لعيبت مع بركات شفت أنت بتسامت أول ما قولت بركات أي حد لازم نتحك نا لسه وسأتكشل السؤال وانت بتسامت أول طبيعة هتتحك أكيد إدك واحدة قبل كده هو على طول إحنا كنا صغارين فكنا بنتخطف لما بنتلع الباص فأنت ما بتبقاش عارف تقعد فيه فأنا طلعت ودخلت أعدت على كرسي ومن حظي السيء أن أنا أعدت على الكرسي بتاعكبت المبركات فهم اللي عيب عارفين ما فيه ده الكرسي بتاعكبت المبركات فما حدش يهد فيه فهم سابوني فأنا ما عارفش كنت صغير فهو طلع قعد يبص كده بص أنت ألا فأنا مخطوف قلت ونعمة كابت قال لي أنت من لألك وعدهن فأنت ما رفش أنا لقيد كرسي فاضي عدت فيه قال لي لو شفتك أعد على الكرسي دي تاني هكلك على الله حظي فأنت أنا أسف قمت من ساعتها ما بيتش يقعد على الكرسي دي تاني بس تن بقيت بعد كده بستنى اللعيبة كلها تقعد وبعد كده بقعد بسبب بركات بسبب بركات هو بيبقى فيه كراسي اللعيبة بيبقى كل واحد بيقعد على الكرسي بتاعك فأحنا عشان كنا لسا جداد فمش عارفين أنت عابل إيه بحب دايما في الجيل اللعب كمان جب بركات استعالوا عن بركات عشان أنا متخيل لو أنا لعيب في فرقة فيها بركاتها وأنا مبسوط آه طبعا يعني هو بيخالي الأجواء حلوة يعني وكان برضو من مفيش حد ما عندوش مواقف مع بركات من ضمن برضو الحاجات اللي كان بيعملها معنا على طول لما كنا بنلعب كنت بتعمل سيركل أو اللي هي الدائرة بنلعب مربعات على طول 4 دي 2 أو 5 دي 2 الكلام ده كان على طول الكرة بتتعى منه الوطبيعي لما اللي بتتعى منه الكرة بنزل هو ما كانش بنزل خالص من أول التمرين لأخل التمرين أي حد بتتعى منه الكرة روح منزل واحد من السفرين يقول لنزل ينزل عمر جماعة نزل أي من أشياء بقنا هذا We Branch اللي بيخش فيها مبتلش ليبطى الكرة ليمشي من نادي لا يطلعش هو ما بيطلق هو ما بينزلش يعني أي حد بيهو بيخلي السغيرين هما اللي ينزلوا على طوق